اشتركوا في القناة وإشعاعات كتير حابين نتعرف على حقيقتها من دكتورة كريمة الشامي أستاذ التمريد بجامعة المنصورة واستشاري مكافحة العدوى أهلا من حضرتك وصباح الورد عليك أهلا من حضرتك وصباح الورد عليك عايزة أعرف من حضرتك يمكن إحنا بداية ما سمعنا على الفطر الأسود ده كان من الهند ليه بقى الهند تحديدا؟ ليه الهند؟ عشان الهند أولا تعداد السكان بتاعها كتير جدا جدا فوق المليار تمام؟ عندهم اجتماعات دينية كتير والاجتماعات الدينية دي تحديدا أي تجمعات بدون الأغذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية والاحترازية يعني ما فيش كمامة لبسينها مش حطينها في الحصبين؟ ملزقين في بعضيهم ها؟ الحكتين دولة تجمع ووقت طويل والناس ما هيش لبسة ماسك وقريبين من بعضيهم فده معنى كده ان هم هيبقوا أكثر عرضة ان ينتشر بينهم الفيض وخلينا نقول لي خد ما من عندهم؟ ده بالإضافة ده بالإضافة إن عندهم النظم الصحية والنظم الصحية مش بس في الهند يعني منظمة الصحة العالمية قالت إن جائحة كورونا أظهرت عيوب النظم الصحية على المستوى العالمي يعني بريطانيا ما حضرتك شوفت صابت قد إيه أمريكا وهكذا آه الخلل اللي موجوده ما كانش باين ما كانش واضح إن احنا على استعداد لأي طوارق زي كده تمام؟ فتحديدا في الهند النظام الصحي ما هواش بيرفكت كما يجب عندهم الناس المسنين كتير وأصحاب الأمراض المزمنة اللي هم ما هماش مسيطرين على المعدلات الطبيعية مثلا سكر متزبط ضغطي مش عارف إيه فدولة العوامل دي كلها خلت إن الهند تحديدا حصل فيها الإصابة أكتر آه حضرتك أصبتي فعلا كبد الحقيقة زي بيقولوا يعني خلينا إيه يعني نقول ماشي العدد الكبير طب ما هي الصين عددها كبير بردو بس عرف التعدي الأزمة بتاعة عشان عملت نظامها على طول وكان فيه كاميرات مرأبة أي تجمعات أي حاجة لغت كل الكلام لكن في الهند ده فيه تجمعات على طول على طول تجمعات دينية للأسف على طول فهي ده كان سبب السلطة الفطر الأسود ده بقى إحنا محتارين فيه هو طبعا ابتدت السيرة تيجي خوف ورعب بالتصريح اللي قاله أخو الفنان الراحل سمير غانم طبعا وبعدين ابتدنا وإحنا قاعدين كده نقول إيه لا ده على فكرة ده كان موجود زمان عادي فوسط الناس وبييجي وإحنا مش واخدين بالنا وفيه ده كاترة تروا وقال كده الكلام ده أنا سمعت من أيام القدماء المصريين إن هي قائمة جدا شوفي يا حضرتك موضوع الفطريات عامة الفطريات ده إحدى الكائنات الحية الكائنات الحية الدقيقة اللي إحنا عايشين وسطيها وعايشة في جوانا يعني إحنا جوانا الكائنات الحية ديت عبارة عن إيه بكتيريا فيروسيز فطريات فيه فانجاي كمان تحالب وحاجات زي كده فدي حاجات من الكائنات الحية اللي إحنا وإحنا من الكائنات الحية اللي كان أصلنا كده برضو في الجو بس ده خلية وفيه دقيقة شدنا نتكون من حاجات كتير يعني دي كائنات حية دقيقة فموجودة في الجو في البيئة الطبعية بتاعتنا وجوه جسم الإنسان يعني الفطريات جوه جسم الإنسان البكتيريا موجودة جوه جسم الإنسان فيه النافع وفيه الدار اللي هو بيدخل ممكن أنه يأذي كون إن هي موجودة هي موجودة من أيام كدماء المصريين ومكتوب الكلام ده في أيام الكدماء المصري ما هياش حاجة جديدة لكن هي ظهرت بقى اليومين دول وسببت فزع ورعب وهلع للناس لي عشان ظهرت في الهند وظهرت فين أكتر مع الناس المتعافين من جائحة كورونا طب أنا هايزيجي لحضرتك في حاجة دلوقتي هو مرض بيجي من نقص المناعة مثلا ولا هو مرتبط بكورونا عشان إحنا محتاجين نفهم سؤال جميل الفطريات دي اسمها الفطريات الانتهازية زي الشخصات الانتهازية اللي بنقابلة في حياتنا زي الصديق والصديق كمان اللي يكون صديق ومش عارف إيه عمل صديق أول ما يبقى فيه مشكلة كده ينقض على الإنسان ويطلع كل أسراره بالزبط طب فهو الفطريات ديت أولا هي نادرة الحدوث ما بتحصرش إلا نادرة ولكنها مميتة قاتلة يعني الأرصة بتاعتها والقبر زي ما بيقولوا ما هياش معدية يعني ما بتتنقلش من شخص لشخص ما هياش يعني هي نادرة الحدوث طب أعراضها شكلاها إيه بحيث أنك حقف أولها بقى الأعراض بتاعتها بتبقى حسب العضو المصاب يعني ما فيش حاجة مثلا زي الكورونا نقول فيه اتفع في درجة الحرارة كذا 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 لا دي حسب العضو المصاب وبالتالي هي لها أطوار مختلفة منها ما يدخل من خلال الأنف أنا عاوز بس أقول إن هي قبل ما ندخل في الحتة دي إنها ما بتسببش أي مشاكل لش أشخاص العاديين يعني الأشخاص العاديين اللي زينا كده لو أي حد استنشقها ما هياش هتعملوا مشكلة هي هيستنشقها برضو فين هي بتبقى موجودة فين الأول بتبقى موجودة في أي حاجة معفنة أي حفن خضار معفن هنلاقي عليها حاجات سودة يعني لو حضرتك مثلا لو كانت رقوطة ما استخدمتهاش مش هتبصت لقى عليها عفن أسود العيش ممكن يبقى عليها عفن أسود الورق اللي بيبقى في الشوارع والحاجات الترب المتحللة كده أنا أحفظ على نفسي منه زي؟ هقول لحضرتك أولا إحنا عاوزيني إن إحنا نقول هي إيه ارتبطها بأجقاحة كورونا والآخر إن نقول إزاي إن إحنا نحفظ على نفسين تمام؟ فالحاجات دي للشخص العادي ما هياش مشكلة قالص أنا ممكن لو استنشقتها جو المناخير بتاعة الأنف فيه أهداب وفيه مخاط بياخدها بيتخلص منها عادي مفيش مشكلة لكن إمتى بتصيب الإنسان أو بتسبب له مشكلة لو هو عنده نقص في المناعة أي خلال في المناعة بتاعت جسم الإنسان اسمها انتهازية بتنتهز إن المناعة قلت وتطلع تهاجم الجسم الإنسان علشان كده أصابت أكتر اللي هم المتعافين من كورونا لأن بتبقى المناعة لسه بعيدة ليه بقى أمراض كورونا تحديدا المرضى أو المتعافين من جائحة كورونا خدوا أولا هي بتصيب الحالات الشديدة مش أي حاجة يعني حالات متوسطة حالات خفيفة ممكن إن هي ما تأثرش عليهم لكن الحالات الشديدة تحديدا دولت الناس اللي كان عندهم التهابات شديدة يعني بيجي غير للحالات الحارجة طبعا للحالات الحارجة ومين كمان؟ والناس اللي عندهم سكر السكر بتاعهم عالي ومش متسيطر عليه تمام؟ أصحاب الأمراض المزمنة ممكن تيجي لمرضى المناعة المكتسبة ممكن تيجي للناس اللي عاملين زراعة أعضاء وبرضو دولت عندهم نقص المناعة ممكن تيجي للناس اللي بياخدوا كيميكالز الكيمويات بس بالنسبة لناس العاديين زي محريك قلت الناس العاديين الطبيعيين ما فيش مشكلة خورة لكن الناس اللي عندهم أصحاب الأمراض المزمنة اللي مؤثر على المناعة بتاعتهم مش مزمنة وبس اللي مؤثر على المناعة بتاعتهم دي قد ممكن إنها تأثر عليهم طب أنا في حاجة قارتها وعايزة أتأكد من صحتها بصراحة هل استخدام بروتوكولات فيروس كورونا من مثلا عن نت مثلا زي مثلا الإفراد في الكورتيزون والإفراد والمضادات الحيوية سؤال رائع شو في حضرتك هل ده ممكن يكون سبب؟ طبعا شو في حضرتك أي حد يستخدم بروتوكول الكورونا لازم بيبقى فيه توصيف معين لكل حالة من الحالات ما فيش حاجة اسمها إن أي حد بياخده وعمل على بطال بيستخدمه لكن الحالة الفلانية هيستخدم كزال الحالة الفلانية وبالتالي لاستخدام الخاطئ أو الغير آمن أو الغير علمي أو طويل المفعول للمضادات الحيوية الكورتيزون الكورتيزيونات الزنك لأنه تقال أن الإفراد في الزنك بيسبب بالفترة الأسود هل المعلومة دي صح؟ لا ما تقالش خالص في أي حاجة علمية لكن هو الفيتامينز اللي هي أضرارها لما بتزيد عن حدها بيبقى فيه أضرارها لكن ما لهاش علاقة خالص بكده هي الحاجة اللي بتأثر على مناعك بيسم الإنسان الكورتيزون الكورتيزون اللي بيتاخد مدة طويلة بدون إشراف طبي بدون إشراف طبي وبدون الحجل كده تمام؟ والمضادات الحيوية الناس اللي بياخدوا الأسبر مش الأسبر المسكنات اللي عندهم اللي عندهم مشاكل في العظم والأنفلونزة الأدوية بتاعة الأنفلونزة اللي بتتاخد مجموعة الأنفلونزة دي اللي بيبقى فيها وحدة مضاد حيوي وحدة مش عارف إيه كتر استخدام الحاجات دي كيس الشفاف ده اللي بيتباع الجهز دعفا يقولوا قد لي مجموعة أنا عندي برد وهذه أي حاجة دي كوارس على فاك دي كوارس أصل إيه مضاد حيوي أرس هيعمل إيه تمام؟ ده بيخلي بقى إن يبقى فيه حاجة اسمها دراج ريزيستنس يعني المضاد الحيوي بيبقاله في مقاومة بحيث أن أنا لما أخذ المضاد الحيوي خذ عليه فكتر استخدام المضادات الحيوي أو سوء استخدامها والمدة طويلة والكورتيزون وفيه حاجة بقى مهمة قوي قوي أي مكان وات يعني إيه أي مكان فيه رطوبة وما فيش إضاءة كويسة وما فيش تهوية كويسة ولا شمس يبقى مصدر لي عشان كده احنا بنقول المستشفيات لازم تكون مفهاش أماكن رطبة عشان ده هيتكون أكتر في الأماكن هل ده ينطبق كمان على البشرة يعني لسه كمان الأكسوجين لا هقول لحضرت الأكسوجين معظم الناس بتوع الكورونا تحديدا سواء كانوا اللي بياخدوا أكسوجين في البيت أو في المستشفيات تداول اللقور بتاع الأكسوجين الميا اللي فيه دية لو ما كانتش اللقور متعقم والميا مأطرة أو ميا معدنية أو هي فيه ميا في المستشفيات ميا مأطرة بتحط بحيث انها بتتغير بين كل مريض ومريض لو حصل ان عدمت أساليب مكافحة العدوى في المستشفيات بالنسبة للوكير هيتنقل عن طريق النفس حضرتك أشارتي لنقطة في مدهة الأهمية نقطة مهمة جدا وتفصيلة يا حرام المريض مش هيخد بالوينها طبعا هي في البيوت الناس اللي بياخدوا الأكسوجين في البيوت دولة مش هيتصابوا ليه بقى عشان هم بيجيبوا الاستوانة وبيشتروا اللقور فاللقور بيبقى جديد ويحطوا فيه واستعمال الشخصي النازل أو الماسك بيبقى برسونل بالنسبة لهم فمش هتبقى مشكلة لكن لكن في المستشفيات بيبقى وخصوصا ان احنا عندنا التيرن أوفر بتاع المرضى كتير العين ده بيدخل واللوت كتير على المستشفيات والنورسز يعني ممكن يكون فيها عجز في التمريد مفيش أساليب مكافحة العدوى في الأماكن كويسة فاللي بيتنقل عن طريق الأكسوجين هو ده السبب الأساسي أنا عندي سؤال محيرني فضلني لا العلاج من الفطر الأسود لو لا قدر الله ظهر هل الأول بنتجه للعخاقير ولا بنخش على الجراحة على طول أنا عاوز أقول لحضرتك بالنسبة للعلاج أولا النتيجة بتاعته يعني بتبقى حوالي خمسين في المية وخمسين في المية ده لو الناس تمام ليه بقى يعني يعني حضرتك كده بشرطين بصراحة طمينتين يعني عشان كده لازم نتكلم في الوقاية ليه بقى ليه بقى عشان هي الأعراض بتاعته أولا بيبقى صعب تشخيصه على بال ما بيبتدي يتشخص بيبقى تفاقم جوه الإنسان يعني هو زي زي المرض السرطان الخبيئ الورم الخبيس اللي هو على بال ما بيظهر بتكون خلاص بالزبط بالزبط الأعراض بتاعته ما بتبانش غير لما يبقى حد بقى حد بروفيشنال كويس قوي وفاهم ويبتدي بقى يشوف ما بيبانش غير لما بيبقى فيه سواد عشان كده احنا بنقول الفطر الأسود ليه الفطر الأسود عشان هو أي حاجة ميتة الأنسيجة تتحول للون الأسود أي حاجة ميتة بتسود بتسود عشان ما فيهاش بلات سابلاي فبتموت فوصل الأجزاء للوت طب ملوش أي أعراض مقبل أنه هو يظهر لون أسود لقدر ما هو ما بيتلحقش ما بيباش له أعراض واضحة عشان أنه يتشخص يعني لقطعة نفس ولا همدان ولا صدار ملوش فيه الكلام ده بس الكلام ده بيبقى مع الأمراض المختلفة حلوه بيبتدي فعلا بتجلطات الأوعيات الدموية ثم الغرغرينة ثم السواد هو طبعا السواد والغرغرينة دولة بيبقوا في الاند ستيج أو في المرحلة الأخيرة لكن هو بيحصل كل الكلام ده بيحصل كل الكلام ده طب ايه قصة الفطر الأصفر والأبيض احنا بقينا لايقلون لو دخل على الرأتين يعني الأسود بيدخل عن طريق الجهاز التنفسي من من الأنف ويوصل بقى العنين ولقد الله المخ الأخشية المخاطئة الفم وهكذا طب ايه قضل طور الالك الأبيض بيدخل على الرأتين ويصيب الرأتين الأصفر بيدخل بقى بيحصل له ينتعيز ذاتيا جوة الأحشاء بتاعتنا بتاعت الشخص وبينتشر جوة فبيصيب الشخص بالهزيان الجامد جدا جدا لدرجة ان هو ممكن ان هو يؤدي للوفاة جوة جوة ده كل فطر فيهم ليه دخلة يعني الأسود بيدخل في حتات معينة والجلد الجلد كمان لو فيه اي تقرحات او اي جرح او اي عملية او حاجة ممكن يدخل فيه عن طريق التلامس بقى هنا طب هل ترق الوقاية من الثلاث فطريات دول بالثلاث ألوان واحدة ولا كل فطر فيهم ليه طريقة وقاية كون ان انا التزم بمعايير مكافحة العدوى في المستشفيات ده مهم جدا جدا ان يبقى اجهزة التنفس الصناعي لازم تبقى بتتعقم من شخص لشخص سواء كان اجهزة كبيرة الفينتليتورس او الماسك بالنيزة الكانيولا النيزة الكانيولا ديات اللي بتتحط في النوز او الماسك ده ممكن ان هو يتنقل عن طريق الاستوانة تنقل عن طريق يبقى كل واحد لما يكون له الادوات الشخصية بتاعته عندك عيان خرج طهاري الحاجات او رميها وجيب حاجات تانية يبقى الالتزام الكامل باجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات المستشفيات ما يصحش ان يبقى فيها اي اماكن رطبة ولا اماكن سيئة التهوية بالنسبة للاشخاص بقى الحرص على رفع مناعة جسم الانسان وده مهم جدا جدا ازاي ان احنا نرفع مناعة جسم الانسان بطرق كتير جدا جدا اولها اسلوب الحياة الصحي يعني اين يعني ان انا اكل اكل صحي يعني اين يعني اركز على الخضروات والفواكه الطازة الجميلة اللي في بلدنا الجميلة اللي اقلل من استخدام الاكل اللي من بره التكاوي عشان ده بيكون كله دهون وحاجات فانت مفروض ان انت بتقليلي الدهون وبتقليلي الكاربويدريتس اللي دخلها جسم الانسان السكر والملح السكر وحش جدا جدا لكل الحاجات وبالتالي المرضى كورونا والناس اللي عندهم مناعة بيقلل مناعة في جسم الانسان طب الملح طبعا عشان الضغط والحاجات دي نركز بقى على ايه نركز على الخضروات الجميلة زي ما احنا بنقول الفكهة الحاجات اللي هي كل الالوان يعني يعني السلطات الجميلة في الالوان الجزر الخضروات السترس مهم جدا جدا عشان اي اجهاد خلي بالحضرتك احنا عايشين في في اسلوب الحياة اليومية في شد وجزد ويعني ومشاكل فالشاطر اللي يعرف يتجنب او يتكيف مع المشاكل دي مش لازم ان كل مشكلة ان انا اقف اصدها وعمل منها مشكلة اي حاجة بالزبط لازم ان انا اعمل يبقى يبقى اخليني كده مترسامح كل ما اتعصب اتنفس مترسامح مش حدي مثلا بصلي بصة مش عارب ايه او اخد واتكلم في نفسي ومش عارب ايه معملش من الحب بس دكتور كريمة حقيقي يعني حريك افتسينا كلنا وتمنسي الناس وتمنسينا احنا شخصيا شرب المياه مهم جدا النوم النوم مهم اوي 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 كم ساعة بقى يوروب بتختلف من شخص الشخص يعني شوفي حضرتك ممكن حضرتك ييجي عليك وقت محتاجة اكتر من عشر ساعات صح انا بحس كده طبعا اصلي هو النوم ده عشان ايه ربنا عمل سبحانه وتعالى عشان يجدد الانسجة بتاعتنا اللي تعبت واجهدت واللي عوزت وعجزت هو النوم شفاء فعلا شفاء ده حقيقي احيانا حضرتك لما تكوني عندك يوم مش تعبت فيه ومجهده ووي ووي انت محتاجة ان انت تنامي عشان تعوضي اوقات لو انت مستريحة ومبسوطة ومش عارف ايه دخلت تنامي هتنامي خمس ست ساعات وممكن اقل من كده فالديبندس على حاجة الجسم شكلها ايه تمام لكن المعدل الطبيعي للاشخاص اللي زينا اللي هم عايشين في ظروف زينا من ست لتمان ساعات الاطفال طبعا بيناموا اكتر كبار السن ممكن ان هم يناموا اقل لكن القاعدة المتوسطة يعني طرق الوقاية هي خير ختام لحلقتنا النهاردة وحضرتك نورتين واستفدنا منك العادة وهمي كمان حضرتك ان الخضار اللي بنجيبه في البيت ما نستيبوش ان هو يبوز يعني اجيب الكمية اللي على قد استهلاك بحيث انها ما تقعدش وما تكمكمش انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور كريمة الشامي استاذ التمريد بجامعة المنصورة واستشاري مكافحة العدوى صباحك صباح الورد صباح الورد عليك يا سبس صباح الورد عليك يا دكتور مشاهدين احنا بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من صباح الورد وصباحكم زي الفل موسيقى